السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم معي في القناة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم بطريقة تحضير كريم باتيسير كيجي رائع جدا وذويل وساهل في المتناول قوم معي باش شوفوا جميع خطوات باش كنحضروه واسرار نجاحي كيجي ناجح مليون بالمئة انا متأكدة اللي جربته غادي نجح معكم ومتنسوش الضغط على الزر لايك واشتراك بالقناة تفعيل ميزة الجرس تخليك تعليق باش شجعوني ودعموني وصلكم دائما الجديد وذا بغضي نشوفوا المقادير مع طريقة تحضير عندي لسفلتر حليب و120 جرام دي السكر سانيدة وجوج بيضات كاملين و80 جرام بودرة الحلويات وجوج فاني 40 جرام زبدة بسم الله على بركة الله نبدأ وغناخد سكر سانيدة وغنقسمه على جوج النصف الكمية غنضيفها في الحليب والنصف الاخر غنضيفه في شيئنا ونخليه على جانب ونحركه مزيان حليب بهالطريقة ثم غنضيف الفاني نضيف واحد لسكر سانيدة في الإناء والفاني الاخر غنضيفه في الحليب ونحرك وغنوضع الحليب ديالي على النار ونخليه فوق النار وغنوضع على السكر السانيدة والفاني جوج بيضات ثم بودرة الحلويات ونخلط مزيان هاد المكونات مع بعضهم حتى نساجمه حتى نحصل على خالات متجانس نبقى نخلط حتى ما يبقى وش الحب يبادي البودرة الحلويات ويولي الخالات كامل متجانس أما بالنسبة للحليب هنخليه يطيب فوق النار حتى يفيد حتى يتم جاي طالع ديك ساعة حيديه من فوق النار حتى يفيد مزيان بلك جاي طالع صافي حيديه كما كتشوفو هادا هو الشكل للحليب بعد ما هطلع وده با غدين ناخد الحليب وغدين نضيف بالتدريج في الخالات اللي خلص نضيف بالتدريج ونحرك بسرعة باش البيض ما يطيبش بسرعة بسرعة حركو باش البيض ما يطيبش نضيف الحليب غير بالتدريج بهالطريقة ونحرك كيجي سهل ورائع وناجح غير جربو هاد الكريم مره غاد ينجح معكم وان شاء الله جربوه بنفس الطريقة غاد ينجح معكم هنمتأكدها سفيو غدين نستمروا بهالطريقة وغن ناخدو النصف الكمية دي الحليب ونخلطوها بالتدريج وننصف الاخر وقو معي باش شوفو كيفاش غاد يندير حركو مزيان راه الحليب طيب مزيان باش ما يطيبش البيض ودابا غاد يناخد الخاليات اللي خلطنا وغاد ينضيفوه على الحليب كيف ما كتشوفو بهالطريقة ونضيفوه على الحليب من ثم نوضعوه نحركو ونوضعوه فوق النار ونبقى نحرك من حييتش يدي بالتحرك بقيتحرك يتحركي حتي تحصليح لخالد يكون عاقد قيم عايا باش شوفوه جميع المراحل كيف ما كتشوفوها الخالد ديالي ولا عاقد مع التحريك ما تنسوش قوي تحركو لابا حصلنا على كريمة وغاد ينضيفوه لها الزبدة 40 قرام نضيفو الزبدة مني كل خالي تباقي سخون باش الزبدة تدوب ونستمرو بالتحريك بهالطريقة حتي تدوب الزبدة ثم غاد ينضيفو الكريمة ديالنا في هاد الإناء بقى سخونة كيف ما كتشوفو وغنغطوها ببلاستيك غدائي ونوضعوها في التلاجة نغطوها بزيان باش ما تخوش الهواء ونوضعوها في التلاجة ووقت ما بغيناها لقوها موجودة هذا هو الشكل النهائي ديال الكريمة باسيسيار كيجي رائع جدا كيجي زوين وساهل كيجي رائع أنا متأكدة إلي جربته وغادي ينجح معاكم غير جربوه كيجي ساهل وما تنسوش بعض تاجي الفيديو مع حبابكم وصحابكم والضغط على الزر اللايك واشتراك بالقناة تفعيل ميزة الجرس وتخلوا ليشي تعليق باش تجعوني ودعموني وصلكم دائما الجديد والسلام عليكم ورحمة الله